دكتور عبدالهدي مصباح مسائل خير على حضرتك أهلا وسائل يا أستاذ أحمد مسائل خير خطورة الفيروس الجديد اللي هو جنوب شرق آسيا نيبال بيتكلم عليه من مبارح وبدأ العالم بيتكلم عليه وكان معنا الدكتور عالد لوقتي من وهان قال لا هو ليس فيروس صين ولكن هو بدأ في الهند ماليزيا بانجلديش بعض الدول جنوب شرق آسيا خطورة هذا الفيروس ايه يا فندم وهل هو لسه الآن ولا منذ عدة سنوات موجود لا الحقيقة هو موجود منذ عدة سنوات يعني مشهورية وهو حصلت بكده بشكل يعني انتشر في أماكن محددة في ماليزيا يمكن سنة 2002 وبعد كده في بعض الأماكن زي بانجلديش وزي سنة فورا وكده كان هو بينتقل من الحيوانات إلى الإنسان وممكن انه ينتقل من إنسان بإنسان يعني لكن اللي حصل انه في خلال الفترة اللي فاتت دي هو ما عملش فاندميك يعني ما عملش وباء عالمي لكنه بيطلع في أماكن محددة زي الإيبولا وزي فيروس ماربورب وزي حاجات كتير أو من الفيروسات دي يعني موجودة واكتشفت بس ما هيش ما تخورش على المستوى العالمي لأنها ما هيش طريعة الانتشار هو بالنسبة معالك الانتقال العدوى بتكون يعني اما عن طريق الخسفيش الفكهة الكفاش يعني بيكون الوسيط في الموضوع أو إنه بيكون أيضا عن طريق تلوث الأطعامة في الأماكن دي زي جوز الهند مثلا يعني الكفاش يوط على جوز الهند أو الحاجات اللي هي بتستاكل على طول باستمار زي البلح الحاجات اللي هي بتستاكل على طول من غير يعني تسيل أو كده فمفيش أي داعي يعني مش نعطين الألأ يعني يعني الحكاية كفاء اللي احنا فيه آه آه لا في لو عايز اقول لك 15 زيروت بايني بدأ يعني يعني موجودين وبيعملوا مشاكل للليبي هو نسبة الوفيات بـ 50% أو أكثر يعني يعني لكن هو مش ما هواش أولا هل خطير ولا لأ عنده في خطورة ولا لأ طبعا في خطورة طبعا في خطورة يعني ما أعتقدش أبدا أنه يعني مناسب إن احنا يعني نعمله وبطل في هذه الأولى لكن على الأقل نحذر منه مميخوفش ولكن نحذر الناس تاخد احتياطاتها أو الدول تاخد احتياطاتها آه طبعا طبعا إيه اللي يتعمل وإزاي قدر أفرق ما بين ده وما بين كورونا هو اللي هما نفس الأعراض ولا هو ليه أعراض مختلفة لا النيفة ليه أعراض مختلفة إنه في الغالب بيقاله في البداية آه أعراض مختلفة يعني ذاكرة الاحتاس بعض العصاب بتتأثر آه ممكن يدخل في كومة آه بعد كده الجاز تنفسي يحصله آه آه الفشل تنفسي يضطر أنه لازم يدخل رعاية مركزة لكنه ليس له آه آه علاج آه آه حاسم يعني انت بتعالج العرض اللي يظهر قزامك آه وبالتالي آه هو أحد هذه المجموعة من الفيروسات اللي ممكن طبعا تنتقل آه آه يعني آه ما هو آه كورونا بشكل عام آه آه يعني كان آه آه فينتقل بين آه الحيوانات والسيور وبس آه لكن انتقل آه 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 في حاجة اسمها للسيور يعني الحاجز آه حاجز الجن آه يعني اللي بييجي لأجناس زي السيور والحيوانات ما ينتقلش إلى آه 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 مه آه بلد يحصل إن احنا نتيجة إن احنا نمرى واحد نشيل الغداد مه 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 آه مه يبقى لوش سكن الحاجات دي بتهرب من المدن وبعدين الحاجات الأخرى الخاصة بأن أنا مختلش الحاجة قبل ما كلها إنه الوسائل حسب بقى وسيلة انتصالي يعني مثلا زي كورونا لازم التزام العزل أو البعض ترجمة نانسي قنقر